مرحبا و أهلا وسهلا طبيعنا العزاء بحلقة جديدة من دروسنا في تأسيس اللغة الفرنسية طبعا اليوم حلقتنا جديدة رح نحكي فيها عن شيء اسمه أدوات النكرة طبعا أكيد تعرفوا باللغة الفرنسية فيها عانا قنا نتابعنا عن 3 أنواع من الأدوات عن أدوات النكرية و وأدوات المعرفة وأصل إلى آخرها طبعا اليوم نحن أكيد مرة مرح نحكي عن كل من袋 والأدوات رح نحكي فقط عن نوع الاول اللي هي أدوات النكرة طبعاً قبل ما ندخل بموضوع أدوات النكرة وأشكالها واستعمالها وإلى آخره لازم بالبداية نفهم شو هو مفهوم أداة النكرة ولحتى نفهم هذا الشيء لازم نشتغل أول شيء بالعربي وبعدين نطلع شو يقبله باللغة الفرنسية خلونا أحكي شوي بالعربي مثلاً لو أنا كنت عند رفيقي وأعطالي موبايل وقال لي ضع الجوال على الطاولة فهوني استعمل كلمة الطاولة استعمل معها التعريف بمعنى آخر أن الطاولة هي شيء معرف أنا بعرف عن أين طاولة عبيحكي عن طاولة اللي موجودة بالغرفة اللي نحن بركين فيها طيب لو افترضنا الجملة الثانية على سبيل المثال قال لي رفيقي سأشتري طاولة هو رح يشتري طاولة بس ماحد لان لقينا طاولة شو نوعه شو لونه أي طاولة بالأساس عبيحكي عنا أنا ما بعرف فهون لو لاحظنا أنه بالمثال الأول الطاولة هون الطاولة كانت معرفة واللي عرفة هو التعريف لأن أحنا عرفانين عن أين طاولة عبنحكي عنها بينما بالمثال الثاني الطاولة هي ما هي معرفة وبالتالي هي موجودة بشكل غير معرف يعني نحن ما بنعرف ان اينا طاولة بحكي طيب لحتى نفهم الموضوع اكتر كان عنا شي معرف اللي هو الطاولة لحتى احاول لصيغة غير معرفة يعني بمعنى انه تصير نكرة ايش ما اعمل بالعربي ننسح فقط التعريف تمام بس ما سحة تقل التعريف صار عندي كلمة طاولة لحالة فهون صارت كلمة طاولة نكرة حتى نحن 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 نح هذا الحكي كل لياته هو أنه باللغة الفرنسية مستحيل ألاقي كلمة بدون أداة يامدل تكون أداة المعرفة التي تقابلها باللغة العربية للتعريف أو بدي يكون قدام أداة نكرة لحتى أعرف ما هي الكلمة في شكل النكرة طبعاً أداة النكرة منلاقيها دائماً قبل الاسم توضع قبل الاسم مثال بمعنى منزل فهم لا يدات النكرة أجد قبل الاسم طيب شو أشكال أدوات النكرة أدوات النكرة هنا ثلاثة كتير سهلات الشكل الأول اللي هو أ أ واللي هي نحطها قبل اسم مفرد مذكر تمام الأداة النكرة الثانية واللي هي أين واللي هي نحطها قبل اسم مفرد مؤنس والأداة الثالثة واللي هي د طبعاً حارف الاسم من اللفظه منقول بس د واللي هي نحطها قبل اسم بالجمع سواء كان مذكر أو مؤنس ما بيهمني طب خلونا أخذ أمثلة لحتى نفهم الموضوع بالضبط خلونا أخذ المثال الأول اللي هو اللي هي أداة النكرة للمفرد مذكر منقول مثلاً بمعنى يوم فكلمة يوم باللغة الفرنسية هي مذكر مشان هيك حطيت قبل أداة النكرة للمفرد المذكر نأخذ مثال ثاني على اللي هي للمؤنس فكلمة سيارة في اللغة الفرنسية هي مؤنسة مشان هيك وهي محطوطة بشكل مفرد مشانك استعملت مع أداة النكرة للمؤنس المفرد مثال ثالث بالنسبة للجمع نحس نقول مثلاً بمعنى أيام أو بمعنى سيارات وهون لاحظنا استعملنا أداة النكرة لأنه الاسم عندي يا جماعة بغض النظر سواء كان مذكر أو مؤنس وهلا أنا في سؤال ضروري واللي بيطرح نفسه السؤال بيقول أنه هالكلمات اللي هي مذكرة باللغة العربية معناتها هي مذكرة باللغة الفرنسية أو الكلمات المؤنسة باللغة العربية هي نفسها مؤنسة باللغة الفرنسية الجواب هو لا لأنه بعض الكلمات اللي بتكون باللغة العربية هي مذكرة لكن هي مؤنسة في اللغة الفرنسية وبعض الكلمات اللي بتكون مؤنسة في اللغة العربية لكن بتكون مذكرة في اللغة الفرنسية خلونا ناخد مثال كلمة سبورة السبورة اللي نكتب عليها هي في اللغة العربية مؤنسة تمام؟ لكن باللغة الفرنسية اللي هي هي مذكر طب هون في عنا سؤال كيف فينا نعرف أن هاي الكلمات كانت مذكر ولا مؤنس طيب بشكل عام في بعض النهايات اللي منلاقيها اخر الكلمة واللي هي بتضيرنا سواء اذا كانت الكلمة مذكر ام مؤنس ناخد مثال اذا عندنا نهاية m-o-n-t في نهاية الكلمة فمعناته هي الكلمة هي مذكرة دائما مثال move-mo اللي هي معناته حركة فهي حركة بالعربي مؤنس لكن بالفرنسي مذكر انا كيف عرفتها مذكر لانو عندي نهاية m-o-n-t في نهاية الكلمة وهي نهاية تقنبي ان الكلمة بتكون مذكرة طيب في أيضا بعض النهايات اللي بتكون الكلمة فيها مؤنسة على ثبيل المثال النهاية سيون مثلا information فكلمة information اللي هي معناتها معلومة هي مؤنثة في اللغة الفرنسية لأنه تنتهي بالنهاية سيون ولكن ما كان الكلمات فيها هاي النهايات يعني نحن في قسم الكلمات اللي عندهم هالنهايات لكن في كثير أسماء ما بنتموا لأي نهاية معينة حتى نعرف إذا كان الكلمة مذكرة أو مؤنسة طيب شو الحل؟ الحل هو إنه نحن وقت ندرس الاسم أو ندرس الكلمة نحفظ معها الأداة اللي بتجي معها يعني مثلا أحبت أدرس كلمة جديدة ولهي كلمة كرسي بالفرنسي هي من شاز فوقت رح أدرس هاي الكلمة اللي هي كلمة كرسي ما بدرسها لحالة شاز مثل ما سابه الإنجليزي بس بحفظ الكلمة لا وإنما بحفظ الكلمة زائد الأداة اللي بتجي معها حتى بالقيام أقدر أعرف أميز بين هاي الكلمة إذا كانت مذكر وإذا كانت مؤنسة وهيكم نكون خلصنا حلقتنا لليوم بتمنى تكونوا استفدتوا ولو عندكم استفسارات لا تنسوا تكتبوها على التعليقات لحتى حاول أقدر أرد عليها أكيد وكان معتاد في عنا تمارين بآخر الفيديو لا تنسوا تحلوها كمان تشوفوا الحل إذا كان حلقا صح ولا لا وفاين إن شاء الله مشوكم بحلقة جاي مع السلامة يمكنكم متابعين الأعزاء مشاهدة كافة فيديوهاتنا السابقة عبر قناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد موسيقى